الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي وصحاه ابن خزيمة والحاكم من حديث الحارث الأشعري قال حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها the hadith that is narrated by or reported in the book of Al-Tirmidhi and other books and was authenticated by Ibn Khuzayma and Al-Hakim and also a shaykh al-Albani رحمه الله considered this hadith to be authentic it is from Al-Sahabi Al-Harith al-Ash'ari رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم said that Allah ordered Yahya John as it is in the Bible he ordered Yahya ibn Zakariya he commanded Yahya the son of Zakariya with five commandments بخمس كلمات with five commandments and he ordered him to implement him implement them himself أن يعمل بها and to order بني إسرائيل the children of إسرائيل to implement them and apply them upon themselves وإنه كاد أن يبطئ بها so he procrastinated for some reason لسبب ما تأخرا Yahya عليه السلام من أن يبلغ بني إسرائيل هذه الكلمات he procrastinated and it is known that إسا عليه السلام lived in the same time and the same place as Yahya عليه السلام they were contemporaries so they lived at the same time عاش تزامنا زمن عيسى عليه السلام مع يحيا فقال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها so إسا came to him and said a few days later whatever time that Yahya عليه السلام took without teaching these commandments to bني إسرائيل as you know كما تعلمون أن إذا جاء الأمر من الله فهو على الفورية it means that it has to be done immediately there should be no delay فهو على الفور فتأخر يحيا عليه السلام لسبب ما فجاءه عيسى عليه الصلاة والسلام وقال له إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها كما نعلم أن عيسى لم يأتي له إلا لعلمه أن الله قد أمر يحيا بها معنى ذلك أنه قد يكون أن الله عز وجل أخبر عيسى بتأخر يحيا وأن عليه أن يذكره بها فإن لم يفعل فليفعل عيسى إذن الأمر جد so it means that عيسى got information from Allah that يحيا was told to teach بني إسرائيل these five commandments but he delayed or he procrastinated which means that it is a dire matter that has to be dealt with so he told him فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنَا أَأْمُرُهُمْ فَقَالَ يَحْيَى أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أَعَذَّبْ so Yahya told him Isa said you either do it or I will do it so Yahya said no I'm afraid if you do it that Allah will be angry with me I will either be punished or I will vanish and يُخْسَفَ بِي فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ so he gathered the people in Jerusalem بيت المقدس وبيت المقدس هو الأقصى وما حوله لم يكن مثل هذا البناء ولكن كان البيت المقدس قبل أن يهدم كان موجودا so he gathered the people in بيت المقدس in Jerusalem فامتلأ المسجد the masjid was full تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا المسجد لم يقل المعبد ولم يقل الكنيسة فالتعبير جاء بأنه مسجد وهذا ما علم عند بني إسرائيل أنه مسجد عند أنبياء بني إسرائيل أنه مسجد so the term that the Prophet صلى الله عليه وسلم used here is that it is a masjid it's a place of prostration the most important part of this place of worship is that you do prayer in it which included from the word masjid included in it that it's a place of prostration so it was filled and people came and sat filled the masjid وقاعدوا على الشرف والشرف هي المكان المرتفع they sat even in places that were a little higher so people can see this means وهذا يعني أنه كان لهم أتباع وقد آمن بهم خلق كثير آمن بعيسى وآمن بيحيى عليهم السلام خلق كثير من بني إسرائيل وهذا ما لا تجدونه يعني آمنوا بهم كما كانت رسالتهم وهذا ما لا نجده في كتبهم فقد آمن بهم خلق كثير الذي يقولونه أنه كان عيسى كان عنده إثنى عشرة حواريا هذا ما يقولونه ولكن آمن معه كثير ونجحت رسالتهم بدليل أن المسجد قد امتلأ so that shows that they had many followers many followers that filled the masjid completely and it shows that for you to be successful in your da'wah that you have to show the example first because Allah told Yahya to implement them first and then to order Bani Israel to implement them so it shows that for you to be an effective da'iyah meaning that for Allah to bless you in your da'wah you have to be an example for those whom you are inviting to Islam or inviting to your da'wah because that's the commandment from Allah subhanahu wa ta'ala so he said إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنْ Allah has ordered me with five commandments that I should practice وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنْ and that I should order you to practice أَوَّلُهُنْ أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا the first one is that you worship Allah and you do not associate anyone with Allah at all now pay attention to these five انتبهوا لهذه الخمسة الشبه كبير بينما دعا إليه يحيى وعيسى عليه السلام وما دعا إليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة واحدة فدعاهم إلى التوحيد ودعوة التوحيد يعني ما تجد أحد قد التزم بها إلى قيام الساعة إلا المسلمون من كل أتباع الأنبياء والذين ادعوا بأنهم أتباع للأنبياء ما التزم بها إلا المسلمون وكثير من المسلمين من حرفوا عنها دعوة لا إله إلا الله التي قامت عليها السماوات والأرض التي إن انتهت ما عاد للسماوات ولا للأرض ضرورة في البقاء معلوم أن الله عز وجل سوف يقيم الساعة على شرار الخلق حيث لا يقال لا إله إلا الله لا تجد من الناس من يقول الله الله معنى أن وجود الصالحين ووجود المؤمنين على الأرض سبب في بقاء الكون وسبب في بقاء الدنيا وإلا ما كان للدنيا من ضرورة والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه لو لأن فيها الصالحون لو لأن فيها الصالحين لما كان لها قيمة وهذا يعني هذا من من عظم حكمة الله عز وجل في أن خلق الكون ليكون فيه صالحون يعبدون الله عز وجل وتستمر هذه الدعوة إلى أن يشاء الله فدعوة التوحيد دعوة هي أهم ما أهم ما عليه المؤمن أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا So the دعوة the first commandment that Yahya told Bani Israel is that you worship Allah and you do not associate anyone with Allah and this is a commandment that only the Muslims are raising and until the day of judgment you will only find the Muslims the followers of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم that will raise this دعوة and the banner of لا إله إلا الله as we know that لا إله إلا الله is the reason why this universe is in existence otherwise if it ceases to be if there is no لا إله إلا الله there will be no need for the whole universe no need for the dunya to be and it will be the day of judgment because we know that Allah سبحانه وتعالى will start the day of judgment upon the people who don't believe upon the people who do not worship Allah upon the evil the most evil of people as the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said so this is the first commandment that is only up kept and up held by the Muslims the followers of Muhammad صلى الله عليه وسلم whether those people will claim monotheism or not still the Muslims are the only ones who worship Allah سبحانه وتعالى are supposed to be worshipped and even then some of the Muslims a good number of the Muslims actually deviated from this دعوة as well and I need not elaborate more on it because that's a different subject so he يحيى عليه السلام وصف ذلك وبرر ذلك وإن مثل من أشرك بالله he says إن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده وهذا أيضا مضروب في كتاب الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا للشرك برجل قد اشترك فيه ناس كثيرون أو أنه رجل سلم لرجل لا يخدم إلا رجلا واحدا فلو كان لرجل سيدان أو ثلاثة أو أربعة كيف تكون حياته هل يستقر أمره على شيء أم أنه يبقى يعني متخبطا بين هذا السيد وذاك لا يدري من يرضي أي سيد ترضي أترضي ربك الذي خلقك أم ترضي أسيادك الآخرين لا شريك مع الله هذا لا إله إلا الله هذا معنى آله لا تشرك مع الله أحدا وأن تعبد الله وحده وأن لا تطيع مع الله أحدا وأن لا تحب مع الله أحدا إلا بإذن الله كما يأذن ربنا سبحانه so the example that he brought about is imagine a man who bought a slave and again the example comes from the environment that they had at the time where slavery was rife and was a social system that was dealt with and they did it we don't have slavery now or so we say so imagine one who buys a slave and this slave and he comes and tells him from his money he comes and tells him this is my home this is my work you work for me you bring what you work back home to me so he does work for him but then whatever outcome of his work goes to someone else is that fair so that is what that's a very simple example of what shirk is when somebody associates others with Allah subhanahu wa ta'ala as Allah mentioned in the ayah that we mentioned that Allah brought an example of a man who has many masters an example of a man who only has one master who is going to serve this man this man who has many masters which master he's going to serve what if they are mutashakisun Allah says they contradict each other their opponents and rivals how is he gonna serve them he will be confused all the time not focused his life will not be straight whereas the man who only serves one's master and that is Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is straight in his life and his life is at peace ثم أعطاهم الكلمة الأخرى وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت he says Allah then commanded you to pray and as we know now this prayer was ordained upon all the followers of the prophets all the messengers of Allah all the prophets of Allah prayed the same way that we pray even in the Bible it says that Isa عليه السلام prostrated on his face it's described in the Bible the way that we Muslims pray and it's really I don't want to digress but I was I watched a video about a rabbi who's talking about prayer and he says honestly and I'm just paraphrasing the only the only people that pray to Allah the right way are the Muslims he said it very clearly if you say you pray and you actually don't pray then look at the Muslims he says they pray five times a day who does that who among all the followers of the religions now prays as the Muslims do and he says furthermore that when you pray do not turn to the right and turn to the left be focused on the prayer because when you pray you are actually conversing with Allah subhanahu wa ta'ala talking to Allah and Allah is right in front of you فإذا أدبرت أدبر الله عنك كما قالت سيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات بالصلاة قال هو اختلاس يخترسه الشيطان من صلاتك he says it's a it's a theft that the shaytan takes away from your prayer he robs you off your prayer when you turn to the right turn to the left he's actually stealing from you these special moments that you should be with Allah and you're not you're turning to the right and turning to the left this was in the teachings of Yahya عليه السلام so it is in our teachings as well as the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم directed us وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ رِيُحَا طَيِّبُ تُعْجِبُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِ يَسْتَغْرِبُونَ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةَ طَيِّبَةَ so the example of it is of someone who's fasting he's telling them this it's like a man in a group that has a surah is like a small bag that you keep with you for special things either coins or sometimes you put incense in it or sometimes you put oil in it so it has that magnificent fragrance beautiful fragrance coming out of it and people are asking you what is this fragrance it is your fasting as the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم كما قال لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمْ أَحَبُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ وَكَأَنَّهُ مِسْكٌ وهذا الشيء الذي قد يعني ينفر الناس من الصائمين لخلوف فمهم لطول صيامهم فهذه الرائحة قد تنفر الناس ولكنها عند الله هي أحب إلى الله من رائحة المسك وهذا من يعني من عظمة حكمة الله عز وجل أن لا ترى الأشياء التي قد تظنها منفرة أن لا تراها كما تظنها بل هي خير من ذلك وهذا يعني نظرة أخرى حكمة أخرى نستنتجها من عبادات التي افترضها الله علينا فصوموا كما أمر وهذا يدل على أن الصيام كان من شريعتهم أيضا بل هو الصيام الذي ليس معروفا عندهم الآن أن تختار جزءا من الطعام وتمتنع عنه لمدة أربعين يوما وتقول هذا صيام لا بدليل أن الكلام عن خلوف الفم ورائحة المسك تدل على أن صيامهم كان كصيام المسلمين ولكن بأيام لا نعرفها وعدد لا نعلمه ولكن كانوا يمتنعون عن الأكل والشرب كما يمتنع المسلمون فما فعلوا ذلك وغيروه ولم يبقى في الدنيا كلها من يصوم كصيام الأنبياء إلا المسلمون بفضل الله ونحمد الله على ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما بدليل أنه كان صيام كصيامنا ولكن يصوم يوما ويفطر يومن ف ف فريقيا للحصول على المشاهدة ويقالها أتمنى أن تنشأز نحن لتقل ويقالها وحضبت أستمتعي لم يتلقى أنت لم يتلقى مجموعة فريقيا فريقيا لا يتلقى فريقيا 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 بلحثت نثoisي بلحثت نظام بلحثتن و المشمد وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم والصدقة جنة الصدقة جنة الصدقة وقاية تفدي بها نفسك من النار وهذا معنى أنه فدى بها نفسه أي فدى بها نفسه من النار So he's saying charity Charity that it is like a person who has been captured as a captive and the enemy were about to execute him Then his صدقة came in a form of a man who says I will ransom him I will ransom him Whatever you take You pay the ransom and you save his life So صدقة is like a ransom for you from hellfire That you ransom your soul You ransom yourself from the punishment of hellfire And the last one He said وأن تذكروا الله كثيرا وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله And the other one is You remember Allah much You remember Allah much And remembering Allah much is like a person who escaped the enemy and they chased after him And he's running and they're running after him and as they're about to capture him he seeks refuge in a fort He seeks refuge in a fort that they could not reach and they could not penetrate That is your ذكر of Allah It is a it's like a fort that will protect you from shaitan It's like a fort that will protect you from shaitan And I will expand a little bit about the ذكر of Allah in the second khutbah أقول القولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه ذكر الله حصن لك من الشيطان يحصنك من وساوس الشيطان و يعني نحن معركتنا مع الشيطان طويلة تبدأ عند ولادتنا وتنتهي عند موتنا وفي هذا الوقت الشيطان يعني لك شيطان مخصص لك يقعدك عن الصلاة يقعدك عن عمل الصالحات يعيدك الفقر إذا هممت بالصدق يوقفك أي عمل صالح تقوم به يقف الشيطان أمامك لينهاك عنه بأي سبب بأي طريقة وطريقته هي أن يضع أمامك عراقيل وأشياء تشغلك فإذا وجدت الذكر أن تنشغل بالذكر أولاً الذكر يطرد الشيطان يعني رأس ما للشيطان أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتركك حتى يعود مرة أخرى ثم إذا سبحت الله واستغفرته ووحدته وأتيت بكل أنواع الذكر كان ذلك إشغالاً لذهنك وقلبك وعقلك عن وساوس الشيطان What does الشيطان want from you? He wants you to be busy If you're a believer and you're strong in your faith he wants you to be busy with what is irrelevant what is not necessary for example you could be saying I want to visit my mother I want to visit my mother because my mother is that's the most important thing you should do is visit your mother or visit your father this is one of the highest great deeds that Allah will reward you greatly for it but then you say well I have a lecture I have to give this is a good thing so I'm going to postpone visiting my mother well visiting your mother is more important than the lecture you want to give to give in da'wah for example that is one of the ways that the shaytan can come to you it could be where the shaytan can come to you where he used to do that to some of the righteous people they will wake up in the morning before the morning before Fajr and they will pray and pray and pray and when it's time for Fajr they fell asleep and they miss Fajr so they don't time it correctly so he gets them busy with what is not important from what's important and he can come to you if you are less of a level in your righteousness by making you busy with the dunya distraction is his way he wants you to be distracted and the best way for you is to continue remembering Allah mentioning his name saying tasbih tahmeed tahleel dhikr istighfar all kinds of dhikr that will keep your mind busy from being vulnerable to the shaytan and that's why it's called hisan it's like a citadel it's like a fort that the shaytan cannot penetrate but if you allow him in he will come in and he will sit and he will take he will feel home don't allow him in how can you not allow the shaytan in by continuing your dhikr that's why wadkurullaha kathira wadkurullaha kathira wawtimmu al-haditha lakum wakhtubu al-khutbah bithalik qal alayhi salatu wa salam wa anna amurukum bichams amarani bihin bichamsin allahu amarani bihim and i order you with five commandments that allah commanded me to do and to tell you as-sam'u wa-ta'ah to hear and to obey wal-jihadu wal-hijrah and to struggle in all kinds of struggle in the cause of Allah to do jihad perform jihad in all of its kinds as we know it wal-hijrah and to emigrate or migrate for the sake of Allah wal-jama'ah and to stay with the group of the Muslims to stay with the Muslims فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَة فَقَيْدَ شِبْرُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنِقِهِ as for him who leaves the jama'ah of the Muslims leaves the Muslims and and goes away from them indeed has as if he took away the tie of Islam that he had tied around his neck حَتَّى يَرْجِعَ until he comes back وَمَنْ دَعَوَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَى الْجَهَنَّمِ and whoever calls for a banner other than banner of Islam دعوة الْجَاهِلِيَّةِ is any name any cause that is not from Islam and that you do it in such a way that it replaces Islam in your heart it replaces your following of Islam your loyalty to Islam in your heart and you become loyal to this دعوة or this cause that is not of Islam and it's most likely against Islam it is as if you are calling for a دعوة of جاهلية from the pre-Islamic era before Islam فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَانْ أَسْأَوْ مَسْلَجُوَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامِ قَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامِ فَادْعُوا بِدَعْوَ اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ He says even if he prays and fasts if he continues to call upon a cause that is completely against Islam and gives his loyalty to that cause it will be as if he is calling to جاهلية completely against Islam and he says even if he prays and fasts so do not he says do not carry these causes do not carry these banners he Allah is the one who named you Muslims that is the name you should always choose and he names you believers and that is the title you should always have عِبَادَ اللَّهِ he called you the servants of Allah you are not a slave of any other banner you are not a slave of any other cause you are only the slave of Allah these are the teachings of the prophets that were sent and if we remember that Allah addressed Yahya by saying خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ take the book with strength being firm on it not weak Islam needs strength it needs strong men that will carry it as the صحابة of Muhammad ﷺ carried it before اللهم اجعلنا مثلهم اللهم اجعلنا من أتباع محمد اللهم اجعلنا من أتباعهم الصادقين المخلصين المؤمنين المسلمين سمانا ربنا مسلمين ونحن بمسلمين بإذنه تعالى آمنا به وصدقنا بنبيه اللهم اكفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من طلمنا وانصرنا على من عدانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة